السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحترمة ديات في الاول كلامنا مع بعض عايزين نتكلم على الموضوع الكورونا ازمة الكورونا اللي احنا نتكلم فيها طبعا يعني وازمة اللي فاتت اللي ازا نتعلم منها شوية الازمة اللي فاتت تعلمنا منها كان فيه مدربين يا جماعة مدربين ما كانوش لقيين يأكلوا في الازمة اللي فاتت احنا كده قربنا جدا جدا من اعداد كبيرة طبعا والدنيا مش مزبوطة وارج جدا الناس تتعب تاني المدربين يتعبوا تاني والدنيا تقف شوية مع المدربين برضو نفس الوضع فانا بناشد الدكتور محمود سعد وبناشد نقابة النقابة الرياضية نقابة الرياضين انهم يا جماعة الوقت اللي فات كنا نتكلم على 200 جنيه للمدرب طبعا ما يفتحوش بيت ولا يعملوا اي حاجة طبعا ازاي تدي مدرب يعني معاش شهري 200 جنيه ليه ازاي فانا بناشد دكتور محمود سعد بلاش نخش في المعاناة دي لان في ناس محترمة ومدربين محترمين وعندهم مبادئ وعندهم قيم انهم يشتغلوا ومعملوش فلوس من الكورة ومعملوش فلوس من الرياضة وعندهم مبادئ انهم يشتغلوا صح واشتغلوا مزبوط بتنانا من ربنا ان احنا نساعد الناس اللي عندها المبادئ دي اللي عندها اللي تشغالها محترمة وانساعدهم مادية يا جماعة مش عيب مش عيب لما يكون عندك مبدأ مش عيب مش عيب لما يكون انت شغال بضمير ما كانش عيب خليت يا اتحاد يا انقابة خليت الناس تشتغل في الكورة وتشتغل في المجال الناس اللي هي ملاقاش فيها الناس عملت فلوس كتير من الكورة وناس دخلاء على المهنة وناس المحترمة بتحاول تعمل حاجة محترمة في مجال 90% منه بقى فساد بدليل بدليل فين فين الاختبارات اللي كانت هتوده اوروبا فين فين الناس اللي لفوا المحافظات ولموا فلوس من الناس الغلامة فين فين الناس اللي عشموا الناس بسفر ولادهم فين كل دول دخلاء على المهنة في ناس محترمة عايشة عايشة على اسمها عايشة على شغلها وضمرها الناس لعبوا بالناس غلابة ولفوا الدنيا كلها على الناس عشان يطلعوا منهم حق استمارة عشان يجمع فلوس ويلمي فلوس من الجمهورية كلها وكله طبعا مفيش مفيش حاجة وقلنا الكلام ده مفيش حاجة فين فين السفر فين اللي سافروا فين الراحة اوروبا عمل معايشة مفيش الكلام ده طبعا يعني اللي احترام هو اللي باقي والاسم هو اللي باقي وضميرك هو اللي باقي وهقتنى أقول برضو وهقول وهقول كلنا عارفين بعض في المهنة احنا جايين هنا مش عشان ناكل عيش جايين هنا مش جايبين ولاد حوالينا بندفحهم حاجة ولا ولا يوغدين منهم حاجة احنا جايين هنا عشان نفيد الناس ونجيب شخص محترم قيمة احنا نفسنا نستفاد منه حرام كده جماعة حرام الناس بقت غلابة والوضع ما يسمحش اللي انت تستلق الغلابة او تستغل الغلابة خليته الكورة بفلوس وخليته الناس اللي تلعب كورة قاعدة في البيت اللي معاها ارشين دلوقتي ممكن يقايد ابنه اي ولد بيتقايد من تحت الترابيزة والكلام ده وارد والكلام ده موجود وموجود بشدة كمان وبكوة كمان ما انا بيجي لي العيبة ما عندهاش شخصية اساسة ما عندهاش كورة اساسة وفاجأة كده والده يروح يدفع له ارشين ويتقايد المشكلة مش في اللي تقايد ما يتقايد مش مشكلة مش مشكلتنا المشكلة اللي هو بيضمر اثنين تلات لعيبة موهبين جدا بقاتهم في البيت مش مشكلة يتقايد ده من تضميرك يا مدرب يا رئيس قطاع قبلت الوضع قبلت حرام خليته الكورة بفلوس وكل حاجة بقت بفلوس كل حاجة بالتطبيل وكل حاجة بالعشم والقرابة والناس القيمة والقامة قاعدين في البيوت الورقة هي ما باشتغلش من ورقة ولا هنشتغل من ورقة ارجوكو ارجوكو الوضع بقى خطير الوضع بقى صعب في الكورة في مصر الوضع بقى صعب في البراعي المناشئين فيه عندنا مواهب بتموت عندنا مئة الف محمد صلاح عندنا مئة الف اي لعيب في اي حتة في العالم عندنا لعيب يا جماعة احنا اللي بنضمرها بقدينا من ايه لتضمرنا اتقل لا اتقل لا اتقل لا وخد الحاجة اللي تفيد بلدك اللي تعلي اسمك حرام عليكم حرام عليكم كفاية بقى عليكم فلوس كده كفاية بقى سيبوا المجال المحترمين مش هطول عليكم لانه هو فعلا المشوار نجم المشوار نجم اللي هو ابنك ابني اي نجم طموح ما نكسرش فيه ما نهدوش لازم نسنده لازم معايا ضيف غالي وعزيز على قلبي جدا 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 انا عالمستوى الشخصي شايفه قيمة فنية مش وقد حقها في مصر ودائما بجيبه استفاد منه انا كشخصي باستفاد منه معايا كابتل مجد سالم الشخصية المحترمة الجميلة الانسان اللي عايش في جو يعني كان طبعا كان مدرب برا مصر وجاي لقى الجو ملوث جدا مش عارفين احنا مش عارفين نفيد البلد مش عارفين نفيد البلد مش عارفين نستفيد منه ان شاء الله بإذن الله هنقدم لكم حلقة طليق بيكوا واحترامك لينا واعجابك لينا ودعواتك لينا وحبك لينا كابتل مجد سالم هيكون معايا بعض الفاصل في البرنامج مشوار نيجب ان شاء الله ونتقابل بعض الفاصل ان شاء الله السلام عليكم ورجعنا تاني الكابتن مجدي سالم مش محتاج مني مقدمة مش محتاج مني كلام كتير انا شايف انت محتاج تقدير كتير من الناس اللي تفهم من الناس اللي هي مسكة منورنا كابتن مجدي منور الدنيا كلها ومنور مشوار نجم وانت حقيقي نجم والله انت لمنور الحلقة والله هو حاجة جميلة يعني تسلام لك وشكرا وانا سعيد ان انا معاك ده انا اسعد والله واندي ببسوط وانت معايا والله والله يخليك عزيزي ببسوط بحلقتك او الحلقة اللي فاتتك كنا عملينا حلقة كويسة جدا والناس كان لها مرضوض محترم جدا يعني الحمد لله الحمد لله كابتن مجد احنا هنتكلم بس بسرعة كده عن نادي الزمالك طبعا بوجودك طبعا في نادي الزمالك كمشرف عام على نادي الزمالك في نشيء البرائم طبعا في حاجة حصل الفترة اللي فاتت مستشار محتضى منصول مش موجود الفترة ديت الفترة دي بتفرق فرقت كتير فرقت عن الفترة اللي فاتت هو الحمد لله يعني اللجنة لمسكة النادي وخاصة للناس المسؤولة على الرياضة نجوم من نادي الزمالك والفترة اللي فاتت نظاموا العمليات في النادي جدا وفروا للدرجة الاولى رواتب وعقود اللاعجين ووفروا رواتب العاملين في النادي والمدابجين وبقى فيه نوع من الاستقرار يعني النادي رجع لحالته الطبعية ما بقاش فيه اي ازمات موجودة داخل النادي يعني احنا طبعا بعد المستشار المتضم منصول ما مشي كنا خايفين لا يحصل هزة جندة لكن اللجنة جيه لما جات والناس المسؤولة ايمن يونس على احمد على اشرف قاسم على فاروق جعفر على عبد الحليم يعني النادي اللي مسكوا المشاط الرياضي الكرة القدم ونظموه وما بقاش فيه الحمد لله اي مشاكل موجودة الحمد لله الحمد لله طب الفضل تد مستشار مرتضى منصول يعني انت بتقول ده من عابد شي شي فيه مشاكل هل كان فيه اصلا مشاكل يعني كاني من الزهر نفهم بعد اما المرتضى منصول ولا لله ولا بين الضربة عليك وبعد ان المستشار المشي كلنا خوفنا على يحصل حاجة لأن المستشار المرتضى منصول بصراحة عمل نادي الزمالك من حيث المنشآت وتبونى وكان مخل النادي مش محتاج أي حاجة لكن لما ميشي كلنا كنا متخوفين إيه اللي حيحصل بعد المستشار مميشي فما جاءت اللجنة العملية تنظمت بسرعة وابتدت الأمور تبقى مشية طبيعية وكلام دوت والأمور دلوقتي الحمد لله في النادي مشية كويس وما فيش أي يعاقات في أي حاجة الحمد لله فترة ديت بتفكرت بأي فترة فاتت في نادي الزمالك يعني كانت حصلت قد كده فترة زي دي مثلا في الهدو اللي فاتت لا يعني أول مرة في نادي الزمالك الرئيس نادي تشاهد الكلام ده ما حصلش أبدا وخاصة أن المستشار المرتضى بعد اللي عملوا لنادي الزمالك والحاجات الكتيرة الجميلة اللي عملها إنه ينشال الناس مش عارفها الحقيقة إيه ومش عارفها إيه اللي هيحصل هل هو حيرجع مش حيرجع الناس مش عارفها أي حاجة اللي هو حدي بعدها تمام هنخش بعد في حتة بتاعتنا طب الحتة اللي احنا بنحبها بتاعة البروفوسير كابتن مجد سالس الله يخليه البراعم الله يخليه شغل البراعم يا كابتن بقى أي حدي بيشتغله بص وأنا شايف اللي أنت تعبت بص يا كابتن البراعم شغلها جميل جدا ومش أي حدي يشتغله يعني مثلا في أوروبا بيجيبوا اللي يدرب البراعم هي الناس اللي عندها خلفية والناس اللي هي عارفة يعني بيجيبوا المدربين الكبار بعدما يعتذروا التدريب مع الفرق الكبيرة بيجي مسكوهم مدارس الكورة جميل لأن تدريب البراعم ده تعليم أنت بتعمل أساس للفرق مدارس الكورة في الأندية هي القاعدة الأساسية اللي بتدعم فرق الناشئين وفرق المسابقات الأعلى فلما يكون المدرس الكورة تم تنشئة البرعم تنشئة سليمة في تعليم المهارات ومبادئ اللعب وكلام ده حيطلع لك العيف في الناشئين كويس وبالتالي في الناشئين حيوصل الدرجة الأولى وبعدين يعني مثلا في قويت التدريب في قويت فيه نوع من الاستقرار والهدوء ليه بقى؟ تمام لأن التحدي الكورة ما بيعينش المدرب إلا ما يكون معاه رخصة تدريبية يعني اللي يمسك مدير فني لازم بقى معاه الرخصة التدريبية إيه؟ مدير فني اللي يمسك مساعد مدرد معاه دي الرخصة التدريبية سي يبقى إيه؟ في المدرسة مع الرخصة التدريبية إيه؟ مساعد دي ما يبقاش أي حد يشتغل في أي مرحلة سنية مجرد أنه كان نجن كبير أو حاجة أو كلام ده يروح ماسك فرقة أو كلام لا لأن المدرب اللي يكون ما عندوش أساسيات تعليم المهارات الأساسية للبرعم بالتالي هتأثر على البرعم ولي هيدفع التمن البرعم فقد الشيء لا يعطيه أي ده حقيق وتدريب البرعم عملية يعني لازم المدرب يبقى عارف المهارات إيه؟ بزرق وكمان فيه محتوى مهاري وبدني لكل مرحلة سنية بزرق بعد كده مرحلة من 9 إلى 12 دي أهم مرحلة في مدرسة الكورة لأن المرحلة دي هي مرحلة تعليم البراعم المهارات الأساسية مرحلة 13 و14 و15 دي مرحلة مهمة جدا هي مرحلة قبل التكوين قبل ما اللاعب بقى جسمه يكتمل وكلام ده في المرحلة دي لازم المدرب يراجع مع المراحل السنية دي المهارات اللي في 9 و10 من 9 إلى 12 بجانب فيه مهارات لكل مرحلة سنية من المراحل دي عشان اللاعب يوصل بقى في مرحلة التكوين اللي هي بتبدأ بقى 18 و19 و20 المرحلة دي بقى هي أكتر 16 و17 و18 دي أكتر مرحلة بالنسبة لللاعب ولازم يكون فيها تدريب مهاري جيد وبدني وخططي وكلام ده لأن في نهاية هذه المرحلة اللاعب بيتجر الاحتراف بعد كده المرحلة الأخيرة اللي هي بعد 18 سنة ده اللاعب من أجل الفوز ما فيش بقى يعني فيش زار تلعب عايز تكسب وكلام ده فالمراحل دي لما يكون مدرب عارفها وعارف الشغل اللي فيها وكلام ده بتاني حينزل يشتغل مع الفرق شغل سليم بالنسبة لك تجربة قوية جدا في كويت تجربة طبعا المحترمة جدا أعملت إنجازات الحمد للاه وليك لعاب طبعا دلوقتي بلعوبوا في متخب في الكويت تقريبا يعني الحمد لله بحكم التجربة المحترمة في الكويت وبحكم يعني هو سؤال يعني تجربتك في الكويت على أعلى مستوى في مدربين زي ما حضرتك بتقول على أعلى مستوى بينزلوا البراعم تحت بيشتغلوا معهم الرغم اللي هنا اي مدرب صغير هو اللي بمسك البراعب مع العشوائية اللي احنا فيها دي المواهب في مصر اقوى في السن الصغير ده ولا في الكويت اقوى يبقى ينكي المدرب الصح في المكان الصح بس اللعيب مش في نفس المستوى الفني او الموهبة اللي زي اللعيب البراعب 6 سنين و 5 سنين وال7 سنين في مصر انه مواهب اللعيب الموهب فيه في مصر طبعا احنا في مصر احنا ماشا الله عدد سكاننا فوق المئة مليون وفي الكويت 2 مليون او 3 مليون القاعدة اوسع القاعدة في مصر هنا كبيرة جدا في الكويت كنت عايز اقولك احنا بنعمل كنا الواحد بيشتغل بيعمل بيجيب اللعب اللي عنده الساعدات وبنشتغل معه صح بيبقى نجم جدير بيبقى نجم جدير لان احنا ما عندناش اختيارات تانية النوعية دي اللي موجودة اه دي اللي موجودة دي المتاحة قدامك وبعدين تفاجأ ان اللعيب ده يعني قبل كده انا اتكلمت على حارس المرمى جاسم الهودي ده جاسم الهودي ده وانا مسك 14 سنة حارس مرمى اساسي عندي وانا بالعب بطولة ومتصدر بطولة في تدريب ترويحي لقيته لعيب كويس يعني طويل جسمه وانا محتاج كنت محتاج النوعية دي يعني وحولته من حارس مرمى كان كم سنة؟ كان اقتحت 14 سنة ولعب حاورته من حارس الراس حربة وبقى احسن بقى هدف اسيا وهدف منتخب الكويت ونادي السامي وبقى لعيب كيبان جدا لان عملية توظيف اللعبين من الصغر مهمة جدا يعني لكل مركز فيه مواصفات فالمدارب لما يكون عنده وجهة نظر جرب اللعيب ده كده منفعش في المكان ده يجربه في مكان ته بيتيقلي برضه يعني هناك برضه فيه هدوء زي ما انت حددك قلت عكسي هنا هنا فيه ضغوط 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 على كله من المدارب للعيب على وليه الأمر على كله كله مضغوط السؤال بس اللي أنا تكملت السؤال اللي فاتت يبقى هنا العيب في المدرب ولا العيب في اللعيب عندك موهبة هنا عندك موهبة كويسة جدا وعندك كخامة تقدر تشغل عليها أكواس قوي يبقى انت بتدينه مدرب مش مؤثر يعني فبيتدمر هو كمان اللي بيدمر العملية التعليمية في التدريب المدرسة هنا في مصر دوري منطقة الجيزة دوري منطقة الجيزة لكله أكاديميات ده وشهر لا فيه دوري ما ينفعش دوري ما ينفعش أنا اطلعت في حلقات كتير وكل مرة قولي ان البراع ملهمش دوري اعمل مهرجانات يا سيدي بصورة مباهرات عشان المدرب يبقاش مجدود عشان المدرب لما يكون في نادي زي الأندية كبيرة وما جابش نتيجة ممكن يمشوه فتبقى العملية في ضغوط عن المدرب لكن ما يكون العملية التعليمية وما فيش نتائج ويجيبوا في نهاية الموسم يجيبوا الفرق المشتركة في الدوري ده ويدوهم مدليات ودروع والمدرب بقى بعد كده ممكن يعمل مباريات خلال في النادي بقى يجيب 3-4 أندية أو 3 أندية ويلعبهم القاعدة بتوسع معايا أنا ممكن ألعب 1-2-3-4-5 وعشرين ولعبوا المدرب مش بسط لنتيجة لكن أنت بقى دوري طب المدرب هيعمل إيه؟ يعني هيبقى فيه ضغوط ضغوط عايز نتائج بسرعة عايز اللعب بسرعة وكلام ذات وإنت كنادي الزمالك ملكش أي فائدة بدوري زي يجيزة ده بسلام الله أه طبعا طب الأكاديميات ليه المنطقة واتحاد الكرة؟ ما يعملش دوري أكاديميات يلعبوا مع بعض والأكاديميات ما يشتركوش مع الأندية يعني في الكويت بقى أنا بقولك الأندية الكويت فيها السكرار الأكاديميات اليوم دوري لوحدهم والأندية دوري لوحدهم يبقى أكاديمي فيها عمليات تنظيمية وكلام ده وما تعملش برضه بس ما تعملش دوري نهائي يعني يعني إحنا أيام كنا بنلعب زمان كانت أول مسابة لنا 15 سنة نحية ولا المدرب يبقى ببرا في المرعب بعد يصرخ على اللاعب ويزعى مفيش الكلام بس كانوا مدربين يا كابتن كانوا مدربين طبعا نتكلم بقى يعني طبعا يعني أنت المدرب ده كان قده وبالنزمالك هو اللي علمك فأنت بالتالي تبقى شبه أيام تقريبا يعني كانوا مدربين وأسماء يعني كل واحد يعني حضرتك برضو كيما وكما معلمين معاك لحد دلوقت الله يخبر صح؟ أيام فالمدرب معلم عاك لحد دلوقت دور الجيزة لما أنا بروح أتفرج على دور الجيزة ودور الجيزة ألاقي فرقة أكاديمية شارية فرقة وبتلعب بيه الولد بكيرش وبلاعب نادي الزمالك فرقة محترمة على أعلى مستوى إيه فايدة نادي الزمالك لم يكسب فرقة دي هي دي 17-18 سفر الأكاديمية بتكسب ماديا من أولياء الأمور من اللاعبين اللي بدفع للدور بيهلموا فلوس إنت عايز ابنك يلعب دور يقول لهم أولي الأمر باقي عيني عايز ابنه يلعب هتدفع كده أدفع وروح يدفع فلوس كتير علشان يلعب في دوري الولد مش هاستفاد منه ولا الأندية اللي بتقابل الأكاديميات في استفادة أي حاجة مفيش أي حاجة يعني إزاي نادي الزمالك يلعب في دوري أكاديميات فيه في أكاديميات ما عندهاش أي فكرة يعني كان نفسي يعمله الدوري ده مخطأ يعني القاهرة يبقى أندية ويتعامل أندية القاهرة لزمالك اللعب الأهل في المدرسة ويبقى فيه التحام مع الأندية الكبيرة هو اللي بيخلق البرع وبيخلق النجم ده برضه بقول إيه دي راجعة لمنطقة الجيزة والتحادة بكرة لازم الناس المسؤولة تنظر نظرة سليمة للموضوع ده ولازم كمان الناس اللي تبقى مسؤولة على منطقة الجيزة يكون نازل بتاع قرة يعني ليه بقى لأن المسؤولة اللي عنده خلفية هيبتدي يعرف إيه الصح اللي يتنافزه إيه الغلط اللي ما يتنافزه ويبتدي ينظم منطقة الجيزة على الكلام العلمي السليم في تعليم وتربية البرعوم تربية سليمة للوصول إلى النجومية بس هلنا بس هلنا ما عندناش الحتة التنظيمية اللي احنا بنعمل خطة بعيدة المادة كده ليه ما عندناش الحتة دي يعني ليه ما نعملش مثلا خطة مثلا لعشرين سنة جاي انت بتلاحظ اتحاد الكرة عشان حيلعب دورة أولمبية مثلا أو كاس عالم بعد تلات أربع سنين بيجمع منتخبات من بدري عشان كده نفس الكلام المفروض يبقى فيه تخطيط سليم في الناس المسؤولة اللي ما تكن مدارس الكرة والناشئين يبتدوا ينظموا المسابقات اللي هتلعب بطولة كاس عالم أو دورة أولمبية أو كلام ده ويبتدى الاعداد من الصغر الشغل الشغل في مدارس الكرة في مصر كلتا عمتا يعني مش منظم عملية عشوائية في انا حسيت بالكلام دوت ان في ارتجال وما فيه شغل سليم في في الناحية التعليمية للبرعن في مصر كلها وقت بلد والدليل اللي هي الدورة اللي بتعامل دوت ومفروض الصغيرين ما لعبوش دوري وكلام ده ازاي انا اجيب برعن لسه بيتعلم الماشي واقول له اجرس برينت ميت متر وهو لسه بيتعلم ازاي لسه بيتعلم الباص والتمرير وش حالك ويلعب مسابقة يلعب دوري هو عن تسع سنين فيه دار بارقنية وفيه فاولات وفيه ضغط وفيه يعني ازاي وانا لسه مدرب بره كابتن مدرب بره حاجة صعبة اقول مدرب بره لا لا صعب صعب ازاي مش ناشئين كمان حتى غلا بره فريق اول يعني ايه ده غير القب بقى والام بره بقى وطبعا الولد لما بيطلع والكلام اللي احنا مش شكرا وفيه فيه حاجة ضغط يعني برضو انا بنادي اولياء الامور ازاي كان ابنهم مش لعيب خورة كويس خلوه يتجه للعبة السليمة يعني اللي هي تنزبه يعني يعني حقول لك انا حاج كابتن احمد الاحمر اللي هو نبي من الكورة اللي اعدي كان عدي في مدرس الكورة الزماني وعنده تسعة سنين وعشر سنين جي بابا وكان لعيب كورة كويس او حفظ اول وعشان كده هو لعيب كويس الحركات اللي بياملها في ملعب دي بتاعت لعيب كورة جي بابا قال لي يا كابتن مجد لا انا حاخد احمد عشان هو انا عايز زيطلع زيطلع زيط ابوه الاحمر اللي عيب كورة قلت له يا كابتن ده العيب كويس قال لي لا ما عليش كابتن قلت له تفضل شوفوا ليه الامر بفكر ويعني ما بفكرش ان ايه كورة واللعيب ايه ايه واللعيب كورة كويس كان هو مع احمد زاهر ومع امير عزمي كانوا تلاتة دول عندي واخد بالك كده برضو لما كنت في كويت كان عندي جالي اللي عيب حارس مارما قوي كده وحارس مارما قلت له لوالي امره ابنك مش حارس كويس مش حارس كويس تمام فقرأت يلعب العب كورة قال لي ازاي يعني قلت له ما ليكش انت ده والله يا كابتن خدته لمدرب العب كورة خده لعب رمي بقى بطل الكويت في الرمي وبطل اسيا وحاليا هو ماسك مدير لعبة كورة الالعاب الكويت في نادي السمية يعني توزيف اللعب في اللعب المناسبة لقدراته المهارية والبدنية بيخلق منه نجم كبير مش كل واحد وليه امر عايز ابنه يبلعي بقى لا ازا كان ابنك مش موفق او مش ناجح في لعب الكورة جربه خده كورة يد خده سلة خده علعاب كورة يعني وبعدين في اوروبا او في دول اسيا بيعملوا ايه بقى لان دول اسيا الدولة الشوعية دي الشعب ملك الدولة بيعملوا بيجيبوا اللاعبين الصغاري السني دول والله يجيبوهم يلعبوهم كورة قنا كورة يد كورة سلة علعاب مختلفة ويبتدوا اللعيب اللي ينجح في الالعاب دي يوجهوه للعبة المناسبة مش وليه الامر يعني يعني احنا طبعا النظام النظام عندنا يعني غير انا بحكيلك على الدول � encoding an ويريد في المدارس المدارس المختلفة الالبتدائي والسنة يعني كان يبقى في نظام في حصة تربية البدنية ان المدارس تربية البدنية يشوف المواهب اللي بلعابه كورة ويعمل فرق من ده مش ينزل ومبقاش فيه تربية رياضية زال زمان في المدارس يعني يبقى فيه الحص التربية البدنية المدرس يبقى عارف عنده فريق كرة فريق يد فريق سلة شكلان ذا كانت كان زمان والله كان زمان كان زمان بيطلع نجوم بايبه في كل مدرسة في بس حتى بس اللي قولك عليها انت بتقول دلوقتي بتوجهه اللعبة تانية يعني بتوجهه اللعبة تانية هو امكانياته لا طالق باللابد كرة القضب فانت خد ادنك وروح لا انا هلعبه دلوقتي دلوقتي بقى هلعبه كرة واتفعله للأسف لعبه كرة بالعافية واتفعله بيتفعله فلوس بقى عشان يلعب لا انا ماشي الكلام ده لكن انا بتكلم دلوقتي بيحصل الكلام ده كتن مجدي في قاندية كتيرة وحاجة بيت حاجة صعبة وبيضمروا جيل وبيضمروا 3 اربعة العيبة في مركز واحد في العيبة زي التسليم بالضبط دلوقتي بيتموضوع الفلوس بتاع التربية هلوقتي يتقيد يبقى عيب ادارة اي نادي بتقبل الكلام ده يبقى غلط والعملاء بيتموضوعه والعملاء بيتموضوعه وريحتهم بيتطلعوا حاجة صعبة جدا والله يا ريت اي حد بيعمل الكلام ده الناس يبلغ عليه ممكن النادي ما يعرفش مثلا يعني ممكن او ممكن المدرب ده بيعمل حاجات مع ناس يعني ممكن ادارة النادي ما تعرفش يبلغوا ادارة النادي واخد بالك لكن ده مش هاجد نتيجة هتدفع فلوس عشان ابنك يلعب وبعدين خليني بس معك هيلعب مدرسك وهيلعب ناشين وبعدين وهو هيلعب اللي خاده هو صغير او اللي تعلمه هو صغير او هو ما عندهش موهبة هو صغير او مش هيكمل يا جماعة فريق اول فريق اول ده حاجة صعبة جدا فريق اول ده عشان ياخد قرش وقرشين وثلاثة ده ده هيطلع يعني القطاع خاص شوف بقى القطاع الخاص بيتعمل فيك ايه يعني عشان تلعب كورة فريق اول وتقبض قرش لازم ياخده منك باربع روش مجهود وعذاب فاللي انت اخدته وانت صغير او انت منتش موهوب ومش لعبتك فالما دخل صان ماشا هتوصل للسن ده وكل السن وانت طيب وجاريك ده كله في القوانط فطعال لحظ عادي عايزين نوصله الناس انت لا طاليك في كورة القدم ما تروحت لعبة تانية من الكابت المجدي بيقول طبعا فاحنا في أساة هنا في الاجيال دي الاجيال دي هم اليوم محمد صلاح احنا عمل الطفرة واحنا بقينا في معساة مصر كله اعزة تلعب كورة مهوب بقى مش مهوب مصر كله اعزة تلعب كورة مصر كله اعزة تلعب كورة محمد صلاحة ما عادش بقى واحد فكره في يد ولا فمسارعة ولا فيش الكلام ده خالص احنا احنا ايام ما كنا بنلعب معين خواجة وفاروق وغانو والله كنا نروح مواصلات ونيجو وما كانش ما كناش بناخد فلوس يعني ما كانش فيه فلوس واخت بالك مرة الكابت الرفض اللي ارحمه اداني انا وخواجة فاروق جنيه واخت بالك فريحنا اوه بالجنيه واخت بالك جنيه يعني شوف بقى زمان ولكن الناس مستعجلة كله مستعجل عايز يوصل ابنه يلعب كورة طب يلعب كورة ازاي يعني يعني وبعدين لما يجي المدرب يمشي يروح يشتكي وروح مش عارف ايه ابني مش عارف ايه مشي والكلام ده يشتكي في لقدارة النادي وبعدين ممكن لقدارة النادي اتوالك المدرب انت تعملينها مشاكل يعني فيه حاجات كده غلط واحنا بالنادي او ده الامور خد ابنك لعبه اكتر من لعبك وحسب قدرات ابنك حينجح في اللعبة اللي هو قدراته تؤهده انه هو يلعب وهيبقى نجبه برضو في لعبته يعني هو هيبقى نجبه في لعبته بالشرط يعني الكرة اللي خليه نجبه ممكن يبقى نجبه في لعبته ما فيهاش المشكلة لو تلعك على احمد الاحمر بقى نجن كبير في كرة من نجوم مصر وغيرهم كتير والله يا كتر وبعدين حسب بقى مؤصفات يسمو يعني لو وبعدين فيه العيبة في مدرسة الكرة بقوا كويسين في المدرسة لكن لما بيوصل مرحلة بلو او سنة 16 سنة ممكن تفرط النمو بتاعته دي بالظبط تلاقيه طول يعني بقى طوله ورجليه طويلة واخد بلك يعني انت بتعرفش المستقبل فيه ايه بكر واخد بلك فلازم اللاعب حسب مكوناته وقدراته الجثمانية يروح اللعبة اللي مناسبة ليه لكن زي منت حضرتك قلت الاكاديميات عاملة مشكلة في مصر مع انها كتبه المفروض تبقى حدي اجابية في مصر توصيل القاعدة دي والشارع معاتش بيش شارع وكلام ده بقوله كتبه مفروض بس تدريبيا تدريبيا والله انا يمكن قلتها حديثك بكده انا كنت عامل اكاديمية سنة 92 وكنت باعمل اكاديمية برا وكنت باعمل اختبارات اختبارات لللعب اللي اخدش اي حد وما ليش علاقة ان اللعب ده يروح نادي مرشن ماليش علاقة بالكلام ده انا ليه علاقة بان الولد يجي يتمرن ويتعلم ويمشي واخد بالك وكان بيجي اللعبين كويسين وكان بعمل مباريات مع الزمالك والاهلي والكلام ده ماليش دعوه بقى نادي عوز ده ماليش علاقة لكن فيه ناس بيعملوا الاكاديميات ده ويقولوا اللعبين انا حاوديك النادي الفناني حاوديك الحتة الفنانية وطبعا ده وده غلط امور عامل اكاديميات دلوقت امور شايف اكاديميات خلاص بيعمل اكاديميات اي ملعب يفتع خلاص كنزين وطبقين ويعمل اكاديميات يخش علي انت يجيب كم تدريبة كده وبعدين في حاجة لما يكون اتحاد الكورة هو المسؤول على الاكاديميات وحط الشروط لتكوين اي اكاديمية ورخص تدريبية للموجودين المدربين ويعتمدهم هي ناحية تنظيمية ولازم يبقى فيه مدير فني لاكاديميات يلف على الاكاديميات دي يشوف المدربين طبعا يبقى فيه تقديم شهادات بتاعة المدربين للتحاد الكورة عشان ياخد رخصة يمرنها او فيه مدربين ينزل برخص متعلقة في النشئين او مدرس الكورة مفيش مفيش الكلام ده كله تمام في الكويتة تبقى الواحد معلق الرخصة بتاعته المدرب في الحيط الفرنية والرخصة والكلام ده لازم العملية تتنشط شوية يعني يبقى فيه الحاجات دي يهتموا بيها الاكاديميات ما تتفتحش كده اي كلام يبقى فيه ليها اشراف وليها المدربين عم معاهم رخصة تدربية وفيه مدير فني الاكاديميات في مصر يبتدي يزور يلف يشوف الاكاديميات دي شغلاء ايه المدربين بيشتغلوا ايه مفروض ده حاجات كتيرة جدا يعني بصراحة يعني احنا بالقامل برضه مأسايا كبيرة جدا مثلا مدرب مثلا عندنا ولد مثلا عنده سباح سنين مثلا لعيب بيبقى قوة بيبقى لعيب مهاري وموهوب من عند ربنا موهوبة الندرة وجسمه زهر قد كده وعنده سباح سنين جسمه قد كده الولد دي كده ما انتش هتعلمه بقى ولا وش رجله ولا بطن رجله ولا الكلام ده ولا شود بقى بكلام ما فيه الحاجات دي بتاعت ربنا جاي بتاعت ربنا يبص على جسمه يقول لي لا انا مش لا ما ينفرعش كما ده 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 للمدرب مش عارف ان ده فيه مراحل نموه ما هيمره دي على البرعم الصغير وفيه طفل طموه احنا كلنا عارفين يعني كلنا اكيد ممكن كلنا عارفين بس نظام المسابقة والدور اللي حضرتك قلت عليه اللي هو غلط برضو حاطة المدرب تحت ضغط مش هيصبر على ولد زيته لا هيجيب ولد او ولد مساننة او ولد الموهبة الموهبة ماتش موجودة كده لاني المسؤول على تنظيم ده بيوافق وبيعملوا دور يعني لازم بقولك اتحاد الكرة والمنطقة وكلام ده يلغوا الدور وبعدين يعملوا لجان تلف الاندية بقى لجان تروح برا يعني وكمان اصل فيه مشكلة انت ما تجيب برع موهبة ومسلا بالصعيد او هيعيش برا وهو طفل صغير سن صغير بياني عن اهل والكلام ده في ساكن في حاجات يتعامل بقى اكاديميات او فروع للاندية الكبيرة في المناطق دي جالك حد جسمه صغر كدك وبيجينا طبعا عندي انت بشخصك شفت ولد مثلا في اختبار هنا او في الكويت او في كده وشفت ولد مثلا موهوب كده وجسمه صغر قلال جدا بدرجة النحافة مثلا بس موهوب يعني مثلا لعيب زي حسين الخضر حسين الخضر ده منتخب الكويت لعب منتخب ومن احسر لعيب السلمية وهو سنه ثمان سنين تتسعة سنين صغير كده بس اردي في الملح موهبة كبيرة كبير لان سبع سنين هتحاسب الولد سبع سنين ولد حاسبه على اي حالة اه اواخد بالك ابتدى يلعب ويكبر وجسمه يبغير وكلام دوت يعني لما كنت انا ماسك مدرسة الكورة في ناس السلمية جيت الشيخ خالد رئيس النادي كنت ماسك مدرسة الكورة عام الفريق تحت اتناشر سنة فجي قال لك يا كابتن مجدي الولاد دول اجسامه صغيرة قاون فاتحك ستقول لها شيخ خالد اصبر عليهم شوية هتتفرج هتشوف الولاد دول هيقباره وهيقباره نجوم كباره يعني فات سنة اتنين الولاد يوصلوا تحت اربعتاشر سنة سنتين كبروا وخدوا بطولة الاربعتاشر تلقى ستاشر سنة خدوا بطولة تلقى مشوا ولعبوا درجة اولى فلما باجى اقول للشيخ خالد قاعد يضحك يعني والله يرحمه يعني قال لي صح يا كابتن والكلام ده يعني عايز اقولك مثلا بشار عبدالله ده احسن لاعيف في السلمية وفي الكويت بشار عبدالله مهاجب ده كان بيلعب سكواش جيت مرة معايا يوم كده لعيته لعيب كويس او فتاني تدريبه مجاشر فروحت لوالده والده كان عبده مجلس اداره في الناس السلمية قلت له فين بشار قال لي يا كابتن المجلد ده بطل سكواش والكلام ده واش عافيه قلت له ابنك بيلعب كورة كويس او وهيبقى من نجوم الكورة في المسابل جميل فالسكواش يعني هو لسه يعني بادئ يعني قال لي ده ماشي كوي قلت له في الكورة هيبلعين كوي وجي الولي امر الاستجاب يعني ولو انا جي لعب وكلام ده ووصل ووصل وكلام ده فلما يشوفني بقى يضحك ويقولي شكرا انت حضرت جيبت لعيب بيلعب سكواش حطرت في الكورة لانه يليك بالكورة برضه نفس النظام فيه ناس اللي هتاليك في الكورة لازم تروح شكرا وبعدين فيه حاجة ما بتتعملش العزف المفروض في الاختبارات مدربين الالعاب الاخرى يجوا في اختبارات الكورة خلاص لانه بيجي عداد كبيرة انا باخد اللي يناسبني والباق بقوله ايه امشي المفروض بتاع مدرب السلة واليد يجوا يختاروا اللاعبين لان العدد الكبير في الاختبارات ده مش هيجي لك انت في الكورة السلة ممكن اوجهه بتختار انت كمدرب السلة ولا الطويل كده انا مخدتوش يقوله تعالى حبيبي عندنا في النادي ومدرب الاد يقوله تعالى عندنا في النادي ويبتدوا ايه ياخدوا اللاعبين المميزين في الناحية الجثمانية ويوجهوهم للعبة المنازمة وبعدين في اختبارات يعني انا في رسالة المجلسية بتاعتي كنت اعمل اختبارات لقياس المستوى المهاري والبدني للاعب كورة الكورة فلا بيوفر الاختبارات دي تتعامل بيبلك اللاعبين يعني اللاعبين الاممتازين بلناichts البدنية والناحية المهارية dependeب واضحين قوي ولاعبين الأولانين قوي ولياسさ ومدرب بتبتدي تعرف اللاعب اللحية البدنية ولا يالة تبتدي تحسينها او النحية المهارية والليالة تبتدي ترفحها وكُل فترة بتعمل اختبارات دي وتيس العملات المستوى المهاري والبدني لللاعبين وكلام ده فانا برضو يريت كل الاندية تعمل الاختبارات دي وتبتدت إيس لأن انا مثلا برضو ما كنت في الكويتر انا عدت 35 سنة بثلاث قوي فكنت باعمل الاختبارات دي فكان عندي لعيد جاي جديد ما كنتش مهتم بيه قوي يعني تمام وبعدين لقيته جاي براجات في الاختبارات عالية لفت نظر لفت نظر وبتدت اهتم بيه ووصل يعني اوز اقول لك الاختبارات دي بتدي انتباه للمدرب إلى اللعبين المميزين لأن دلوقتي العملية بقت مولد روح مدارس الكرة تلاقي زحمة واخد بالك وبعدين المشكلة برضو لازم لكل برع مكورة ولازم يكون فيه مساحة ملعب ولازم يكون فيه امصان تدريب يعني ولازم يكون العدد اللعبين الكتير ده لازم يوجود مدربين يقدروا يشتغلوا مع اللعبين وأدوات مساعدة للتدريب لأنه مش التدريب بس امعه وخلاص اكيد طبعا الامع ما هكون اي احد برصة ماكيش مشكلة لا يا عوزين عصيان اه عوزين حوائط حتى الحواجز الصغيرة بتاعت البراعة المتفاحة 10 سنت دي الامكنات دلوقتي بقى كبيرة قوي في الادوات ما كانش زمان موجودة الادوات ديك زمان طبعا ما فيش الادوات دي كلها ويعني يوم ما نجيب الطبق ولا نجيب الحديد بقى الحاجز الحديد والكلام دي كله كان بتبقى ربنا بسطور علينا يعني دلوقتي فيه ادوات وفيه كل حاجة ما فيش مدرب للأسف بتختار المدرب غلط المدرب بتاخد غلط اهل المهنة ياللي مسكين المهنة فوق الناس اللي عايز الشغل والناس المحترمة موجودة والناس اللي ممكن بتفرق مع جيل او اجيال جاية موجودة انت اللي مش عايزين تتعبوا نفسكم انت اللي بتجروا على الفاضي انت اللي دخلين في صراعات فوق وسايبين الناس اللي تحت عملها ميتة تحت مش هتعملوا حاجة للبلد دي مش نوين تعملوا اي حاجة مش نوين تعملوا حاجة محترمة للبلد كل اللي بيطلع لك في المنتخب كل ده بيطلع بالصدفة كل اللي بيطلع لك في المنتخبات واللعيبة دي تطلع لك بالصدفة مع ان الموهبة قال لك كتير جدا مع احترامي المهارة قال لك كتير جدا ليه البراعم كل شيء تعليم كل شيء في البراعم اللي بتأسسه بتلاقيه فوق نورتنا يا كابت المجدي نورتنا ونورت مشوار نجم وانت حقيقي يعني نجم غالي جدا على وانا كنت اسعد واحد النهاردة بيك لا انا سعيد بحضرتك والله والله يعني انت نورت الدنيا والله ويريت الكرار تاني باذن الله ان شاء الله حبيبك يا كابت المجدي والله ونورت الدنيا اتحريم شونا انا عايز اقول لك كلمة واحدة بس انا مازلت مقتنع ان انت برضو مشوخة حقك ومازلت مقتنع انت عندك اكتر من كده بكتير ومازلت مقتنع ان انت جو الملعب 200 في المية من برا الملعب الله يخلوه نورت الدنيا يا كابت المجدي حبيبك يا كابت المجدي شكرا